اشتركوا في القناة خروج ولد من وسط بني اسرائيل بحسب عقدتهم هيكون هو المخلص المخلص اللي هيخرجهم من سنوات الظلم والذل اللي شافوها على ايده عشان يتخذ قرار بذبح كل مواليد بني اسرائيل وفعلا نشر جنوده وسط بني اسرائيل عشان يقتلوا الردع من الذكور اللي لسه مولودين ومع اسرار فرعون انه يقتل كل الذكور بني اسرائيل المولودين حديثا وان اي رضيع تضع امه ذكرا من بني اسرائيل يتم قتله فورا الحياة كانت مرعبة فتعرضت كتير من امهات بني اسرائيل على يد حملة فرعون لذبح اطفالها الذكور الردع امام اعينها في ظلم ووحشية حيوانية وما بيدهم حيلة سوى الصراخ والعويل حزنا في نفس الوقت عمران حاجب قصر فرعون كان مرعوب وشاف ان الحل الامثل انه يخفي حمل زوجته من الاساس عشان لا يثير وضعها لطفلها انتباه جنود فرعون المسؤولين عن قتل الاطفال وكانت امرأته متزنة القوام لم يبدو عليها حملها وكانت حريصة تمام الحرص على ان سرها ما ينكشفش لحد ما جي اليوم اتاها المخاض وان الاوان لوضع تفلها فارسلت تفلتها مريم في طلب احدى هؤلاء السيدات التي يساعدنا الحوامل على الولادة والوضع ولكن كل النسوة دول كانوا تحت امرأة حملة فرعون بيبلغوا جنوده بكل مولود تم وضعه في الليلة اللي قبلها واول ما يكون ذكر يتم اتخاذ اللازم فاتت احدى هنة مسرعة وساعدتها في وضعها لطفلها ولكن ما ان رأت الرضيع يخرج من احشاء امه ذهلت فكان الرضيع كما لو ان وجهه يشاع نورا لا ينقطع مطلقا كان كل مهمتها انها تبلغ حملة فرعون بامر الطفل ان كان ذكرا ولكنها بصت للام وقالت حفظي عليه وانا مش هقول رجال فرعون اي حاجة وخرجت مسرعة كما لو ان مسها شيء من نور بصت الام الوهنة الضعيفة وما كانتش عارفة تعمل ايه تبتسم لمولودها في رقة وتبكي من اجله في نفس الوقت مشاعرها متل اخبطة ما بين خوف وحب وعطف الامومة جي عمرا للبيت بعد ما عارف من بنته بامر وضع زوجته لمولود ذكر ما كانش عارف يعمل ايه ففضل قاعد جنبها ومشاعر الرعب بتنط من عيونه لكنه اقترح على زوجته انهم يتبعوا تعليمات السيدة لساعدتها على الوضع ويحاولوا يكتموا خبر وضعها تماما وبعيد تماما عن العيون واوصوا ابنهم هارون وبنتهم مريم بانهم ما يقولوش لاي حد عن اخاهم المولود بتاتا واستعانت الام بالاعشاب عشان تخلي الرضيع ينام طيلة الوقت ولما يفوق الرضيع كانت تخلي مريم وهارون يعملوا ضجة عشان صوت الضجة يغطي على صوت بكاء الرضيع وعدت الايام الاولى وكأنها سنوات طوال من شدة القلق الخوف ما كانش بس من جنود فرعون الخوف كان كمان من الجران اللي لو عرفوا خبر مولود ذكر في بيت مجاور وتم التسطر عليه واستقلوب مكلومة لذبح اطفالها ممكن يولد مشاعر غير عمياء تقود حد منهم انه يدل الجنود على مكان المولود حتى اتاها الهام من الله فاتخذت الام ليه تابوت صندوق صغير كده من الخشب وربطته بحبل والبيت اللي هي كانت قاعدة فيه اصلا كان على النهر مباشرة فجابت قطعة من الخشب وربطت الحبل فيها وصلته بالتابوت ووضعت ابنها في التابوت ده وكان كل ما يجوع تسحى بالحبل تردعه وترجعه تاني في التابوت وتحطه في المية وهكذا عشان بس صوته ما يوصلش برة تاني بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ولكن وللأسف جه اليوم اللي انكشف أمرها فيه واحد من الجران بلغ عنها وعن رضيعها بعدما كان بيرائبها في خبث ودهاء يسترق السمع فذهب مسرعا ليبلغ رجال حملة فرعون الخبط اللي كان على الباب والأم الوحدة في البيت بتحاول تداري ابنها هو بالتأكيد صوت مرعب قامت من مكانها تجري تحاول تستوضح الأمر وجواها في حيرة مرعبة الصوت جواها بتصرخ ومن شدة فزاعها وخفها نسيت تربط الحبل بعد أن وضعت طفلها في تابوته فصار مع طيار النار فتحت باب الدار فلاقت الجنود داخلين يجروا كأنهم عارفين أو مش عايزين يسيبوا فرصة لأي تغطية أو تعطيل متعمد يحصل فدخل أحد الجنود ناحية المكان اللي تعودت أنها تحط فيه التابوت فانخبض قلبها وبدأت تتأهى بذهنيا للحظات من الظلمة والعويل ولكن الجندي اللي داخل ناحية المكان ده خرج دون جديد ما قالش حاجة إنما كمل بحث في مكان تاني بالبيت فراحت وقفت ناحية الشباك كده تشوف التابوت وتتطمن عليه بهدوء شافته ينجرف مع طيار النهر وفضلت سكتة ومنهارة بس أدى أحسن من أدى طبعا وأول ما الجنود خرجوا خافت تخرج وراهم ليكونوا مرأبينها فنادت على بنتها مريم وطالبت منها إنها ترأي بالتابوت وتشوفها يستقر فين التابوت اللي فضل ماشي ماشي استقر إلى حيث قصر فرعون شخصيا فانطفد قلب مريم مش عارفة تعمل إيه تصرخ ولا تروح ولا تعمل إيه إزاي يعني ينجو من قبضة جنود فرعون عشان يقع في إيد وقبضة يد فرعون شخصيا فراحت تجري على الأم وتقول لها فبكت وانهارت ففي لحظة كان الأمل وفي لحظة كان اليأس مجموعة من الجواري وقفين عند شاطئ القصر حيث توقف تابوت غريب فشفوا شيء غريب وسمعوا صوت أغرب جاي من جوه السندوق مسكت واحدة من الجواري التابوت واندهشت منه ولكن ما قدرتش تفتحه كانت خايفة في صوت طفل جواه خافت فقالت لزميلتها فراحوا بيه على آسية بنت مزاحم شفتك على فكرة وانت مبتسم المهم السيدة آسية بنت مزاحم رضي الله عنها فتحت التابوت عشان تلاقي فيه طفل جميل أحبته بشدة وكأنما قد اختارها الله من بين العالم كله أن تكون هي آسية المحفورة في قلبنا جميعا تقدمت آسية ناحية التابوت اللي جواه طفل بيصرخ ده وفتحته وأول ما شفت اللي جواه تفزعت ولكن قلبها حن بشدة وعطفت الأمومة جواها غلبتها فقالت ما أعظمها من هدية إنها هدية السماء لي بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطهم آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بصت الجواري لها وقالوا ماذا نفعل به؟ قالت نحتفظ به وأدخلت الرضيع القصر فلما شافه فرعون غضب بشدة وكان جنوده حوله فأمر بقتل الرضيع فورا كيف أخطأ هذا الرضيع الذبح؟ بكت آسية وعنها بالدمع وقالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فأشار فرعون لجنوده بالتوقف والانصراف فورا وعلى الرغم من غضب فرعون الشديد لكنه لم يكترث في وقتها ما كانش واخد باله أن اللي داخل قصره ده هيكون الخير المنتظر لبني إسرائيل وكل ما لا يتمناه فرعون أبدا المهم عارف عمران باللي حصل بصفته حاجي بالقصر لكنه ما استوعبش إلا لما جات لي مريم بنته تقوله أن أخوها في تابوته وصل عند قصر فرعون من شوية وقتها عارف عمران أن الولد اللي داخل القصر وآثار كل المشكلة اللي كانت ما بين فرعون وآسية هو نفسه ابنه المولود فأخبرها والدها أن تطمئن أمها فقد انتصرت آسية هنا في قصر فرعون لها وحفظت ليها على حياة رضيعها وفي القصر ما مرتش إلا ساعات قليلة جدا وبدأ الطفل الصغير يجوع فأمرت آسية بإحضار مردعة فورا ليه وحضرت المردعة بالقصر فرفضها الرضيع ولم يلتقم ثديها وفضل يسرخ ويبكي ويزداد مع صراخ ووجع آسية فأمرت الحاشية بالقصر إنهم يجيبوا مردعة تانية والحال زي ما هو الرضيع رفضها وجات التالتة والربعة وما فيش فايدة الرضيع كأنه بيطلب أمه وهنا مين كان واقفه بيرائب اللي بيحصل؟ بالزبط بنت حاجب القصر مريم بنت عمران وعتت لغبة وتفتكر إنها والدة سيدنا عيسى والدة عيسى عليه السلام بالفعل تشابهت معها في الإسم وإسم الأب والأخ هارون ولكنها توردت بعد الأحداث دي بوقت طويل المهم دخلت وعرضت على خادمات القصر إحضار أمها لأنها تعمل مردعة وقدر على إرضاع الرضيع الباكدة وفي لحظة يأس أرسلت آسية في طلبها صوت خط على الباب قطع صمت الأم وواحد من جنود فرعون يخبرها بأنها مطلوبة في قصر فرعون من قبل السيدة آسية عشان تكون مردعة لأحد الأطفال ذهلت من اللي بيحصل ما صدقتش نفسها ومتملكتش نفسها إلا وهي بتجري على القصر وأول لما دخلت القصر ودون سابق انذار احتضنت رضيعها وألقمته الثديها تردعه فقابلها فذهلت آسية فعرضت آسية عليها أنها تقيم معاهم في القصر عشان تكون من الطفل قريبة ولكنها رفضت دا تماما وردت على آسية بأن ليها بيت وأولاد والأفضل بأن وقتما شاء الطفل الرضاعة فليأتي به جنود فرعون للبيت فتردعه ودي كانت حيلة زكية منها عشان تجمعها بطفلها وفي نفس الوقت ينعم بالقصر ولما سألتها الأم عن اسم الطفل قالت آسية أسميته موسى بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى أنا عارف أن الجزء الأول من القصة كان مفعا بالمشاعر الدافئة بس خليني أنتقل معاك لمرحلة تانية من حياة نبي الله موسى شوف من بعيد كده طفل عايش في القصر وكل شوية يروح يعدي على خرائب بني إسرائيل ويقابل مردعته اللي ودودة جدا معاه وأبناءها اللي كانوا بمثابة إخواته بالضبط الطفل الصغير بيجري ويله في القصر على الرغم من عدم تقبل فرعون حاكم القصر وملكه ليه إلا أنه كان بيعيش تحت إمراته وتعدي السنين والأيام وفي وقت لاحق يعرف الطفل أنه من بني إسرائيل ويعيش طول حياته حاسس بالوحدة وأنه تم إقصائه بعيدا عن أهله فيكبر جواه حزن ووحدة عايشين معاه فيروح يشوف أهله في الخرائب ويعرف أخوه هارون ويحس موسى أنه غريب عن أهله جدا والحقيقة إحنا مش عارفين سيدنا موسى عارف إزاي عن أمه الحقيقية وأن هارون ومريم يبقوا إخواته لكن ده واضح جدا من طريقة سرد الأحداث في القرآن إن سيدنا موسى عارف الحقيقة المهم جي يوم وأم سيدنا موسى وهارون أصابها مرض مميت وأصبحت تحتضر وفي أثناء زيارتها يستنجد بيه واحد من أهل بني إسرائيل ضد جندي مصري قام بينهم صراع بالسوق فيندفع موسى ويروح عشان يساعده وبدفع منه يسقط الجندي ميتا صريعا وينقالب السوق رأسا على عقب الدفع اللي دفعها موسى للمصري ما كانتش بالقوة الكافية إنها تسقطه أرضا فما بالك بإنه مات أصلا والموضوع وصل لفرعون اللي كان قاعد قدام جماعة من رجاله غضبانين جدا إزاي واحد من بني إسرائيل يتسبب في قتل واحد من الجنود والمعضلة كانت في إن القاتل هو موسى نفسه الفتى المدلل بقصر فرعون وبدأوا يتنقشوا في مدى تأثير حادثة زي دي على هيبة وهيمانة السلطة في مواجهة بني إسرائيل خصوصا قارون اللي كان بيستخدمهم عمال بمناجم الفحم بتاعته وكان يعتبر الساعد الاقتصادي لفرعون ودولته فأصدر فرعون وتحت الضغوطات قرار بالقبض على موسى والراجل الهارب من بني إسرائيل تاني يوم سيدنا موسى كان ماشي متخفي في السوق بين خرائب بني إسرائيل لما شاف نفس الراجل الهارب بتاع مبارح وهو واقع في يد جندي تاني من جنود فرعون وبيستنجد بموسى تاني فقرر هنا سيدنا موسى إنه يتدخل ليفض الاشتباك ونهر الراجل الهارب ده وبعد عنه وبعدين عرف بقرار فرعون وإنه أصبح مطارد من قبل الدولة كلها حادثة زي اللي حصلت دي في منتهى الخطورة وممكن تولد كم رهيب من الثوران عند بني إسرائيل ضد النظام الحاكم فكان القبض على سيدنا موسى ضرورة حتمية والقصص منه أصبح مطلب سيادي فتحول ابن الخصور إلى شخص مطارد من قبل السلطات تاني يوم بينما سيدنا موسى ماشي في السوق متخفيا يعرفه نفس الراجل من بني إسرائيل ويكون بيستنجد بيه تاني ضد جندي مصري تاني ويتضح إن الإسرائيلي ده كمان هارب من العدالة فيصيب الضيق صدر سيدنا موسى اللي حس إنه قتل نفس بريئة وعشان مين؟ فيروح على بيت أمه عشان يطمئن عليها فأتى من آخر المدينة رجل يسعى الراجل كان جاي يجري ويقول سيدنا موسى إنه لازم يهرب وإلا هيكون مصيره الموت سيدنا موسى وأخيه هارون في الأول اتناقشوا مع الراجل اللي قال لهم إن قصده بس النصيحة مش الترهيب لكن الراجل أصر إن الموضوع لا يحتمل نقاش وإن فرعون لو لم يقبض على موسى ويقيم عليه نظور العقوبة فهيلاقي معارضة شديدة من رجاله في القصر وده مستحيل إقباله فرعون وإن مفيش غير حل واحد الهروب وبالفعل يساعده أخوه على الهروب من مصر ومن غير ما يودع أمه اللي بتلفظ أنفسها الأخيرة وابنها على أعتاب الخروج من مصر اللي عاش فيها غريب طول حياته وإلا أنا وإنت نعرفه إنه راح على مادين عارف فين مادين دي؟ أيوا بالضبط في السعودية بعيدة قوي ومش هتتراح في يوم وليلة لأ دي محتاجة شهور وتحديدا شمال غرب السعودية قرب مدينة تابوك وعشان يوصل أكيد قابل قافلة في قافلة واتعرف على ناس من هنا وهناك وأقام في قرية والتانية وما كانش مستقر لأن ركز معايا هنا فالقرآن الكريم مرجعش ذكر موسى تاني إلا لما وصل مكان يستقر فيه وهو أصلا ما كانش طالع على مادين بالتخصص ولما وصل مادين هتشوف المشهد ده قاعد عند شجرة يستظل تحت منها بعد ما أتعبه الترحال وتحت منها فضل يفكر في كل اللي جرى وانهايته هو هارب مشردا وحيدا تائها في أرض واسعة وفي الوقت ده يشوف النبي فتاتان وقفين وسط الزحام مسكين في يدهم دلوين للماء وحول بقر للماء يحاولان أن يملقاه ولكن لا أمل فالزحام شديد والرجال يتصابقون للسقي لأنفسهم وكاد وقت الملء ينفذ وموعد إغلاق البقر قارب والجميع يحاول والبنتين عاجزتين عن الملء تماما فقام ونزع عنه حزنه وهم يساعدهما وسألهم ما بكم قالت لواحدة منهم أبانا رجل مسن وإحنا مستنيين الرجال يخلصوا عشان نملأ وراه أخد منهم الدلوين وملأ لهم وسط الرجال فعلا وصابهم ورجع قاعد تحت الشجرة تاني وبعد شوية بيفتحينه بيلاقي قدامه بنت من الاتنين اللي ملأ لهم الدلوين بتقوله إن أبوهم عايز يقابله ويشكره على العمل ليهم ويشزيك أجر ما سقيت لنا لما رح هناك عارف أول حاجة عملها إيه؟ حكى لوالد الفتاتين عن كل اللي حصل له وهروبه من مصر حتى إن رد والد الفتاتين على موسى كان أول كلمة لا تخف طب أقول له واحد قتلت واحد في مصر وهربان من هناك هيقول لي إيه؟ تتجوز بنت من بناتي؟ أيوة دا اللي حصل بس قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين ويعرض عليه الرجل واللي محدش عارف تحديدا هو مين يقال اسمه ياثرون أحد أقارب نبي الله شعيب ولا هو نفسه نبي الله شعيب اللي عرض على موسى إنه يعيش معاه 8 سنين يقوم على أعماله ويخلي باله من البيت ومن البنات مقابل إنه يتزوج واحدة من بناته ولو بقوا عشر سنين فيبقى من كرم موسى لكن العقد بينهم يكون 8 ووافق موسى فورا بس بعد انتهاء فترة العشر سنين اللي تعلم فيهم سيدنا موسى الحكمة والقيادة يقرر إنه يرجع على مصر أخيرا ياخد مراته أولاده الاتنين ويقرر يرتاحل لمصر فجأة بعد قضاء العشر سنوات وفي طريقه للمجهول الذي عنه يبحث وفي ظلمات السحاري وبعمق المجهول ومن مدين لمصر طريقا طويل نهارا الشمس تحرق وليلا الظلام حالك البرودة شديدة والخوف يزداد في نفسه ومن وراء زوجته وأولاده وفجأة صوت اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى إيه الصوت المهيب ده وجاي منين ارتباك لخبطة كده اللي هو فيه إيه فخلع عنه نعليه نفس الصوت يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنت في الوادي المقدس طوى وقد بورك من في النار ومن حولها فاخلعنا عليك يا موسى إني استفيتك واخترتك فاستمع لما يوحى إليك سيدنا موسى ما كانش مسدق اللي بيحصل ولك أن تتخيل رب العالمين بيكلمه وهو من ساعة بالضبط كان قلبه مليء بالخوف ولكنه اطمأن إنه في معية الله وقتها ربنا طلب منه إن يروح لفرعون وفعلا وافق سيدنا موسى دون جدال بس طلب طلبات من الخالق تعينه على مهمته اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوا العقدة من لساني واجعلوا لي وزيرا من أهلي رب العالمين قال قد أوتيت سؤلك يا موسى خلاص كده المفروض الحوار خلص والحديث انتهى ما بين أمر واجب النفاذ وطلبات لتنفيذ الإجابة وتم منحها المشهد المهيب ده هيخلص؟ لا استنى ولقد مننا عليك مرة أخرى من؟ مرة تانية؟ أنا؟ طب ازاي؟ سيدنا موسى شاب وقتها كان شايف حياته مدمرة نشأ بعيد عن أهله في قصر عدوه اللدود فرعون نجى من الموت أكتر من مرة بأعجوبة صدمت معرفته بأهله إنه من بني إسرائيل عاش مطارد وتكفل بناس طيبين في مدين متزوج ويعول أطفال وراجع بيهم في عز الصحاري ولا هو استفاد بالنسئته في قصر فرعون ولا تعزز بأسرته وعيلته وتربى وسطهم ومرة واحدة يسمع اللي جاي ربنا عز وجل بدأ يكشف لسيدنا موسى حقائق كانت مستخبية عنه وغالبا في زياها كتير في حياة كل واحد فينا نعم مستترة ربنا بدأ يحكي له قصة حياته من زاوية تانية وإزاي كل حاجة كانت مرتبة بدقة شديدة ربنا قاله أنا اللي أوحيت لأمك تلقي بيك في اليم رعايت ليك كانت هي سبب إن فرعون ما يقتلكش لما دخلت قصره أنا اللي ألقيت عليك محبة مني المحبة دي اللي تسببت في إن آسية تكفلك في قصرها أنا اللي ثبتت أمك وأويت قلبها إنها تلقي بيك في اليم أنا اللي حرمت عليك كل المراضة عشان أردك لأمك ونجيناك من الغم وبطش فرعون كل ده حصل لك يا موسى عشان تقدر تتحمل مسئولية ملقاة على عاطقك عشان بجهزك لحاجة أكبر لدور أهم في الإنسانية سبحانه قال اذهب يا موسى أنت وأخوك هارون بآيات الدل على ألوهياتي وكمال قدرتي وصدق رسالتك ولا تضعفا عن مداومة ذكري وعشان يزيد الطمأنين رب العالمين قال لسيدنا موسى روح لفرعون ولا تخف بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ومن هنا بنروح للجزء الجديد من القصة بيرجع سيدنا موسى على مصر فعلا ويقابل أخوه هارون ويحكي له كل اللي قابله لحد دلوقتي واللي حصل في وادي طوة وأن ربنا اختاره يكون النبي المرسل وأنه طلب من الله عز وجل أن هارون يكون معاه في المهمة الصعبة اللي داخلين عليها وبالفعل بعد ما استقر سيدنا موسى أخذ أخيه هارون وراحه مع بعض على قصر فرعون وطلب من الجنود أنه يدخل يقابل فرعون ومعاه أخيه وافق فرعون اللي كان وقتها بصحبة قارون وهامان في القصر فبعد سنين من الفرار والهروب بعيد عنهم دخل موسى بصحبة أخيه هارون على فرعون هنا قابله لأول مرة بعد فترة طويلة وبصفة جديدة غير اللي كانوا بيتقابلوا بيها قبل كده سيدنا موسى داخل القصر وهو عارف أنه ما بقاس الطفل اللي هرب منه ولا هو الغريب اللي عاش فيه هو دلوقتي نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى فأفرد طلباته لفرعون فنقل دعوته لفرعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يفك أسارة بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته ويسيبهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده والتضرع لديه وحده لا شريك له فتكبر فرعون في نفسه واستنكر كلام سيدنا موسى وسألوا باستنكار مش أنت اللي ربنا في القصر بتاعي وأحسننا إليه وأنعمنا عليه مدة من الزمن ومش أنت برضو اللي قتلت المصري وفررت من مصر وأجحت نعمتنا فقال له نعم أنا من فعلت ذلك وكنت من الضالين وذلك قبل بعثي بالنبوة وما قدمت لي من إحسان فقد قدمته لشخص واحد وده بكل تأكيد لا يعادل اللي انت بقالك سنين بتعمله في بني إسرائيل بشعبها بعددهم الكبير فاستقطع فرعون فقال ومن ربك قال موسى بحكمته رب المشرق والمغرب ربي هو رب العالمين خالق كل شيء وواهب كل ملك فسخر منه فرعون وبصل حاشية فقال ما علمت لكم من إله غيري ودحك بس الكلام ده له خلفية تاريخية لأن حاكم مصر كان دايما معروف في غالب الوقت أن تكسيد حي للإله وتحديدا الإله آمون فالإجابة كان معناها أن طول عمري عارف أن الإله بيكون الحاكم زي كده ودليل على كده لما قال فإذا كان ربك هو الخالق المقدر وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه فلما عبد الأولون غيره وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت ولكن قاطع سخرية سيدنا موسى بثبات وقال له ربكم ورب أبائكم الأولين وأتبع فقال أما عن القرون الأولى فعلمها عند ربي الذي لا يضر أحد أبدا يعني هم أكيد جالهم نبي أو شافوا الحق وتغاضوا عنه في وقتها اخطاف بشدة فرعون ومبقاش عارف يعمل إيه فراح للسكة السهلة اللي بيروح لها أغلب السفهاء يقول إيه بقى إن سيدنا موسى مجنون وإزاي عايزنا نصدق إن في إله خفي مش مرقي وملوش تكسيد على الأرض عشان نصدقه هنا بيخرج سيدنا موسى إيده فيلاقي الكل إنها وضاءة كأنها مصباح ويلقي عصاه فإذ بها هي ثعبان عظيم يلف في المكان يثار الفزع والخوف في القلوب وعلى رأسهم قلب فرعون اللي حضقت عينه التسعد بشدة راح فرعون قال بصوت رعديد إن اللي عمله موسى ده مش دليل على النبوة مطلقا وإن ده مجرد سحر مطلق وتحديه إنه في يوم الزينة هيحضر الصحراء ويبرزوا سيدنا موسى قدام الناس كلها ويكون التحدي ده في وضح النهار وقت اشتداد الشمس عشان كل حاجة تكون واضحة للناس وعشان يثبت لي مدى خطأه وافق سيدنا موسى وخرج من القصر بصحبة أخيه ولكن تحدي مع الصحراء وقدام المصريين كلهم وكمان في يوم الزينة ده شيء مرعب يوم الزينة ده مخلد لأنه كان ضربة البداية الحقيقية في قصة طويلة جدا من الصراع ما بين الطرفين وفي اليوم الموعود وقف سيدنا موسى وسط الحشود وقف من طرف تاني صحرة فرعون ووسط الناس الكتيرة اللي اتجمعت وسط الميدان العظيم وقف فرعون جوه الهودك بتاعه يتابع الأحداث وبجانبه هامان وعن يساره قارون فقال فرعون لشعبه هذان الساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بعد كده بصل الصحراء وقال لهم اجمعوا لهم كيدكم يعني قدموا أفضل ما عندكم من السحر وفعلا بدأ السحر فألقوا بعصيانهم فإذ بها تتحاول لثعابين صغيرة أو هكذا كانت حيلتهم ووسط الناس كلها ومع يقين بالله تعالى ألقى سيدنا موسى عصاه فإذ بها تتحاول لثعبان ضخم يلتهم كل التعابين الصغيرة أو العصيان الصغيرة الملقى على الأرض فيفزع الصحراء وينبهر العوام وتعم الفوضى ويفور الكل ووسط كل حالة الهرج والمرج دي يسجد الصحراء مؤمنين برب موسى عشان عرفوا أن ده مش سحر وأن دي معجزة حقيقية أدركوا وقتها هم وقفين قدام مين فانصرف موكب فرعون بعدما أمر بقتل الصحراء وإعدامهم وتعليق رؤوسهم فوق الساحة عشان يكونوا عبرة لكل الناس اللي ممكن تتبع موسى بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون واللي حصل أن بعد يوم الزينة بدل ما يكون نصر لفرعون قدام حاشيته الوضع تبدل وبدأ الدعوة موسى تنتشر مش بس وسط بني إسرائيل اللي أدرك بعضهم أنهم قدام المخلص المنتظر لقوا كمان قصاد حاشية القصر اللي منهم بنت فرعون اللي أسلمت وتبع الدين موسى وعبرت الله عز وجل فأعدمها فرعون بأن ألقاها في قدر زيت مغلي حية أو حتى آسية اللي لما شافت فرعون بيعدم ابنته لعبادتها إله موسى ورب الكون استنكرت العمل ده وقدام كل الناس قالت له أجرأت على الله؟ هل بلغ بك الجنون هذا الحد؟ وهنا حصلت حالة من الصدمة والذهول اتضح أن آسية كمان آمنت بدعوة موسى عليه السلام وده أصاب فرعون بالصدمة اللي حسسته إن حتى أقرب الناس ليه رفضين جنونه ومؤمنين بموسى ومع حالة الفوضى دي قرر فرعون يعمل اجتماع طارق ويجمع فيه كل الحاشية والوزراء والمستشارين وفي أثناء اجتماع فرعون مع الحاشية غضبه كان خلاص وصل للقمة فقال ذروني أقتل موسى يعني وكلوني بقتل موسى وبيعوني على ده وأعينوني على تبعيات القتل ده لأن قتل سيدنا موسى وقتها كان هيعني الدخول في صراع مباشر مع بني إسرائيل وده سياسيا ليه تبعيات وخيمة أهمها عدم الاستقرار فكان عايز يستنصر بأهله وبعيدا عن تأكيده لمسألة الفارق العرقي بين الطرفين هتلاقيه يلعب على واطر حساس عند المصريين الدين أثناء الاجتماع وخلاص الناس بدأت تميل وهيصدر قرار بقتل موسى عليه السلام وعليه تم وقت الدعوة للتوحيد يظهر راجل وصف القرآن بأنه مؤمن ومن آل فرعون ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن كان كاذبا فعليه كذبه وإن كان صادقا يصبكم بعد الذي يعيدكم يعني عايزين تقتلوا راجل عشان بيقول أن ربي الله هو لو كاذب فكفبه لنفسه ولو صادق وإنتوا ما صدقتوش بيه وكفرتوا بكلامه هيصبكم الوعيد اللي بيعدكم بيه من خراب هنا سكت الكل وبدأوا يسمعوه وده لأن الدافع الرئيسي في كلامه دلوقتي هو الحرص التام على مصلحة الدولة ومش موالي لموسى عليه السلام ولا حاجة ولكنه كمل كلامه وخطب فيهم بالمنطق العقلاني عشان في الأخير يعترف أنه مؤمن بموسى وبالله الواحد القهار الراجل ده لما تقرأ خطابه اللي تم سرده بالكامل في سورة غافر هتفهم أن ليه أبعاد كبيرة جدا ومجتمل على أركان الإيمان الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وبكده كان خطاب الرجل المؤمن من أهل فرعون قدام حاشيته وقدام كل أهله خطاب حقيقي مفصلي لأنه منع إصدار قرار بقتل سيدنا موسى ومنع كمان من استمالة الحاشية ضده فقال فرعون اللي وزيره هامان قدام الوزراء والمستشارين وقبل انتهاء الاجتماع ده يعني طالما رب موسى في السماوات وإحنا مش شايفينه لأنه بعيد ومش مرقي فابني لي صرح ضخم أوصل بي للسماء أشوفه ودي كانت آخر طريقة حاول بيها فرعون إنه يكسب معركة خسرانة أصلا لأنه هنا بيتحدى الله سبحانه وتعالى عشان تبدأ نسخة جديدة من الحكاية في الأول ضرب أرض مصر الزراعية طفان ضخم غرق كل الأرض وتلف المحاصيل لدرجة أن مياه الطفان كانت بتدخل لقصر فرعون شخصيا وتغطي الأرض وتغرق كل شيء وده أصاب البيوت والمؤسسات بالتعفن فانتشر في الأول الجراد بالهواء يأكل من الحبوب والقمح مزارع مصر كلها اللي كانت مزدهرة فجأة أصبحت خرابات وانتشر القمل والحشرات في كل مكان البلد بدأت بقدرة قادر تتحول لخرابة حقيقية فانشغل فرعون في إصلاح التخريب اللي حصل وانشغل عن تتبع سيدنا موسى اللي كان في خرائب بني إسرائيل بقى ينشر دعوته وسط قومه ويحل الأزمات بينهم وكان فيه فئة من كبار القوم وسطهم رفضين تماما أمر نبوءة سيدنا موسى وخدرته على زحزحتهم من دورهم القيادي وسط القوم لكن وسط كل التدهر اللي بتمر بيه مصر ناس كتير من وسط بني إسرائيل كانت حاسة بغيرة ناحية سيدنا موسى ورفضين التصديق بيه وبدعوته ورفضين كمان الاعتراف أن الخراب اللي نزل على مصر كان بسبب كبر وغرور فرعون لحد ما حصلت وسط بني إسرائيل حدثة ضخمة قارون واحد من رجال فرعون المقربين جدا مش لشيء سوى أنه كان ثري جدا ماله كان ضخم كان يعتبر للبعض أكبر من تحصل على المال في تاريخ الإنسانية وكان سند قوي جدا للدولة المصرية وفرعون وهو أصلا من بني إسرائيل ولكن بسبب غناه الفاحش قربوا منه فرعون ومن رجاله مستشاري وفتح له مناجم الفحم ينقب فيها وبالفعل كان بيستخدم قارون رجال من بني إسرائيل عشان يشتغلوا في التنقيب عن الفحم وكانت ثروته بتزيد يوم ورا يوم وأثناء ما كان بدأ الخراب يعم على مصر قارون كان بيقيم في قصر ضخم طويل جدا بيخزن فيه كل كنوزه ومرة واحدة خسف بالأرض الأرض ابتلعت كل القصر بتاعه بيه هو شخصيا وكنوزه ما بقوش على وجه الأرض مرة واحدة والخسف ده كان حدف عظيم وقتها بيتناقل على كل الألسنة ومن بعد انتشر مرض وسط المصريين والأخباط بيخلي أنفهم تنزف دم وكأنه بلاء عظيم نزل على الأرض وكأنه من النظرة الأفقية للموضوع البلاء مش هيمشي أبدا وهنا بيقرر سيدنا موسى أنه أخيرا وبناءا على وحي من ربه سبحانه وتعالى ده وقت الرحيل والخروج من مصر جمع سيدنا موسى وأخي هارون شتات كل بني إسرائيل وأمرهم بتجهيز أنفسهم عشان بكرة هيمشوا من مصر وخلى الخبر حصري لبعض من متبعي ولآخر وقت لقى عوام بني إسرائيل قدامهم بداية رحلة الخروج من مصر وفعلا اتجمعوا وراء سيدنا موسى في صفوف متتابعة وكلهم شايلين حاجتهم فوق رؤوسهم كده ومشي وراء سيدنا موسى وأخي هارون متجهين شرقا وبدأت المسيرة للخروج وفي طريقهم خرج واحد من جنود فرعون يجري يبلغوا بخروج بني إسرائيل على إيد موسى من مصر وإنهم خرجوا من بدري على رجليهم عشان يحضر فرعون وهامان رجالهم وخيولهم وتبدأ المطاردة لحد ما يوصل بني إسرائيل عند البحر فوقف موسى ورجال بني إسرائيل قدام البحر وخلاص هم عارفين أن رجال فرعون وهامان بيتردوهم على رأسهم فرعون وهامان بأنفسهم يقف سيدنا موسى مش عارف يعمل إيه قدام البحر ومن وراء فرعون وهامان بجنودهم وما فيش وقت خلاص لاتخاذ طريق غير أو مختلف ومن بعيده على الأفق فرعون وجنوده شكلهم كأنهم خلاص ماشيين بالراحة جدا لأنهم خلاص حصروا فقال موسى إن معي ربي سيهديني وفورا حصلت حاجة أغرب من الخيال حاجة هتغير من إيمان الكل أتاه وحيا من السماء أنضرب بعصاك البحر فضرب سيدنا موسى بعصاه البحر فانشق أمامه البحر وانفلق وتكون جبلين على الجانب كل جانب يبدو وكأنه جبل عظيم جدا وفي نص الجبلين طريق طريق يابس ممهد يقدر بني إسرائيل على السير فيه بكل سهولة وفعلا يجري بني إسرائيل على الطريق وقدمهم سيدنا موسى يتقدمهم من بعيد شاف فرعون اللي كان فاكر نفسه أدرك خلاص شعب بني إسرائيل شاف بنفسه اللي حصل وانفلاق البحر قصاده وتيبس الماء في معجزة لا تخفى عن العيون أبدا وبدأ مرور بني إسرائيل في هلع ورى سيدنا موسى خايفين قصاد فرعون وجنوده اللي بدأوا يجروا ويعدوا بخيولهم عشان يلحقوا شعب بني إسرائيل وبالفعل مر كل بني إسرائيل من فوق اليابسة من الجهة دي للجهة المقابلة وعلى الأرض دلوقتي في الجسر اللي اتفتح بالبحر فرعون وجنوده ولك أن تتخيل عيون فرعون اللي بتبص لموسى اللي بقى مستنيه على الجهة التانية وكله يقين بربنا فجأة بدأ الانفلاق يعود أدراجه ويأفل الطوضين عن بابهما وتسري بينهما المياه عشان يرجعوا زي ما كانوا بحره بس بحر لدرجة إن فرعون قبل ما يبلغ الشاطئ المقابل بثواني أطاحت المياه من كل الجوانب فسقط غارقا في البحر حتى إذا أدركه الغرق قال فرعون أشهد أن لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون بس أثناء ما كان بيمر بني إسرائيل من البحر فوق اليابسة كان معاهم جبريل عليه السلام فوق فرس ويعدوا على الأرض يتقدم بني إسرائيل وما حدش كان شايفه غير سيدنا موسى وشخص تاني كان بيشوف أثر فرس سيدنا جبريل اللي كانت كلما تضرب الأرض اليابسة وسط التوضين العظيمين تخضر وتنبت زرعا في لحظتها ووسط انهماج بني إسرائيل بالصراخ والعويل ما خافة أن فرون يلحق بيه قدر الشخص ده أنه يحتفظ ببعض من أثر فرس جبريل في حقيبة صغيرة معاه شخص بيقولوله السامري والسامري في اللغة هو الرجل المختص بالحماية والحراسة في أوقات الليل ويعتقد أيضا بأن السامري المقصود هو رجل من قبيلة السامرة وفد إلى مصر بعد إقامة بني إسرائيل وبعد بعث سيدنا موسى عليه السلام فيهم محدش يعرف بالضبط تاريخ شخصيته ولا حد عارف هو مين وكلها أقاويل متناثرة حول التفسر قصته المهم بعد ما قوم سيدنا موسى عليه السلام عبروا البحر وفرعون غرق قرر سيدنا موسى أنه يستحبهم لمكان آمن وبعدين هيشوفها يحصل إيه وفي سكتهم كده عدوا على قوم بيعبدوا الأصنام ولما سألوهم قالوا لهم إنما إحنا بنتقرب بالأصنام دي للإله الحقيقي وإن دي مجرد صور ليه بتساعدنا على التقرب وتقديم القربين فأم بني إسرائيل قالوا لسيدنا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها سيدنا موسى من غضب قال إنكم قوم تجهلون إن الله لمفسد عمل هؤلاء أفغير الله تبتغون إلها وهو فضلكم على العالمين ولتو أن جاكم من آل فرعون وشق لكم البحر وهنا الموضوع بدأ ياخد مجرة تاني لما بدأ السامري وجماعة من بني إسرائيل اللي كانوا قبل كده هم قادت وعليت القوم في مصر قبل الخروج منها وكانوا كرهين القيادة الجديدة من سيدنا موسى وأخي هارون عليهما السلام بدأوا يروجوا لإن موسى يخدع بني إسرائيل كافة وإنه عايز يستأثر برؤية الآلهة لنفسه لحد ما وصلوا لمكان تحت الجبل مناسب بالمبيت والسكن مؤقتا لحد ما سيدنا موسى جالوا الوحي لميقاط ربه في جبل الطور فقال للقوم إنه هيخرج للقاء ربه وخلف أخوه هارون عليهم ينوب عنه هنا بقى كان الاختبار بني إسرائيل من غير سيدنا موسى عليه السلام وسطهم السامري هيتبعوا مين؟ السامري فضل يدعو بني إسرائيل ويقول لهم خدعنا موسى وهرب ومش هيرجع تاني ولو عايزين تتقربوا للإله اللي شق لنا البحر ونجانا من فرعون اسمعوا كلامي فقال لهم هاتوا الذهب اللي معاكم اللي أخدتوا من المصريين الذهب اللي كنتوا عايزين تتخلصوا منه عشان حاسين بالذنب هاتوا وانا هعمل لكم بيه حاجة عظيمة فبدأ بني إسرائيلي لمه من بعض الذهب ده ويجمعوه ويعطول السامري اللي بدأ يشتغل فبدأ يصهر الذهب وينحت منحوتة كده كلما الذهب يزيد كلما المنحوتة تظهر ويبان لحد ما اتضح إنه عجل ذهبي براق يخطف الأنظار فوق الجبل طلب موسى من ربه بعد أربعين ليلة أضاها في الصيام والقيام والعبادة تطهير الروح والنفس والجسد طلب من الله إنه ينال شرف رؤية الله تعالى ظن منه على قدر عقله البشري وقدرات استيعابه إنه يقدر يشوف الخالق في الدنيا فرد عليه الخالق عز وجل إن ده مستحيل مبينا إن الإنسان بتكوينه البشري لا يستطيع رؤية الله وحتى يطمئن قلب موسى فقد أخبره تعالى إنه سيتجلى للجبل وكل اللي على موسى إنه ينظر للجبل ويلحظ إيه اللي هيحصل نظر موسى للجبل فشاف منظر مهيب مخيف بيحصل قدامه الجبل اندك وتهدم وتفتت في لحظتها صوعق نبي الله وفقد وعيه من هول المنظر وأخشي عليه ولكن تحت الجبل مرة تانية السامري أمام العجل الذهبي بيتفاخر بدقة صنعه وجمال العجل الذهبي فبنى منصة عالية وقف عليها أمامه وبينما يضع القوم لعبارة العجل تقربا للإله في نفس لحظة دكوك الجبل حصل زلزال رهيب نتيجة لانهيار الجبل وصوت فضيع السامري كأي رجل عينه على السلطة وإن يكون ليه تابعين استغل الموقف ده بعين الصقر فهلل بسرعة وقال وها قد بارك الله فينا وفي عجلنا الذهبي وقابل كرباننا هلموا وقدموا قرابينكم لعجل الله الذهبي فخر بني إسرائيل أمام العجل ساجدين وعشان يزود قضيته تصديقا ويحافظ على حبكته قصاد بني إسرائيل أخرج من حقبته الصغيرة الأثر اللي قبضوا من فرس سيدنا جبريل عليه السلام ورماها على العجل فجأة العجل بقى يخور يعني يعمل صوت في أئمة زي قتادة قالوا مثلا أنه بقى حي فعلا وبدأ يتحرك ويعمل أصوات فزاد انبهار بني إسرائيل وصدقوا بيه وكأنهم شافوا معجزة نظرا لجهلهم فوسط كل ده وتأكيدا لنظريته وتوطيدا لحتمية أن بني إسرائيل يتبعوه قال بصوت عالي يؤكد على صدقه قد تخلى عنا موسى وهرب بينما إلهه هنا هذا إلهكم يا قوم وإلهي وإله موسى فاتبعوني فإني أريد لكم خيرا سيدنا هارون لما عرف اللي حصل راح للناس اللي سجرت للعجل وصاح فيهم يا قوم ماذا دهاكم تفعلون التقوا الله الرحمن ربكم دعكم من هذا الشيء واتبعوني وأطيعوا أمري كما أوصاكم موسى ولكن رفت بني إسرائيل ذلك وبدأوا يسخرون منه وقالوله في استهزاء شديد نحن هاهنا عاكفون حتى يعود إلينا موسى ذلك إن عاد في الفترة دي حاولوا أنهم يقتلوا هارون عليه السلام فقرر سيدنا هارون أنه يؤثر الصمت وينتظر قدوم موسى عشان ما يحصلش فتنة بين بني إسرائيل وانقسموا قسمين قسم مع هارون ضد السامري وقسم مع السامري ضد هارون ويكون سيدنا هارون السبب في التفريقة دي سيدنا موسى لما استفاق الله تعالى أخبره عما فعله قومه من عبارة العجل أثناء غيابه رجع سيدنا موسى من فوق الجبل أثناء عودته نزولا من الأعلى نظر للحلقة التي يقيم بها بني إسرائيل شاف العجل وحاولوا الناس متجمهرين يسجدون ويتعبدون ويقدمون القرابين ويعزفون الموسيقى للإله العجل يحمل في ياده الألواح التي كتب عليها الوصايا العشر والتوراة ومن شدة غيظه وغضبه ألقاهم على الأرض واتجه لخيمة أخوه هارون وجذبوا من لحيته وهو يصيح ما بالك يا هارون ما منعك لما رأيتهم قد ضلوا أفعصيت أمري يا هارون سيدنا هارون دافع عن نفسه وقال يا ابن أمي لا تأخذوا بلحياتي ولا برأسي فقد خشيت أن تقول أني قد فرقت بين إسرائيل من بعدك وتسببت في فتنة بينهم هنا تجمع باني إسرائيل حول سيدنا موسى اللي كانوا فاكرينه مش راجع تاني بحسب كلام السامري واللي برجوعه تهدمت كل حاجة في دعوة السامري فبدأوا يدفع عن نفسهم فورا ويعترفوا بخطاياهم فقالوا يا موسى لقد جمعنا ذهب المصريين الذي كان يؤرق منامنا فألقيناه تحت قدم السامري فأضل عاددا كبيرا وقد أوهمنا بأنك قد موت ولن تعود ثانية السامري كانواقف وسطهم لم يتزعزع وسيدنا موسى رغم ثورته وانفعاله الشديد تقدم للسامري من وسط بني إسرائيل وجه له كلامه بعد أن تمالك أعصابه فقال له ما بك يا سامري رد السامري بهدوء وثقة رأيت ما لم يرى هؤلاء في يوم مررنا بين شقي البحر رأيت ذلك الرسول على فرسه الأسطورية يؤسد جبريل فقبضت قبضة من أثر فرسه فرميت القبض على هذا العجل كذلك سورت لي نفسي أن أفعل وبنظر ملاهة تحدي أتبع وقد فعلت سيدنا موسى فضي المتماسك أعصابه رغم رد السامري فقال اذهب أيها السامري فإن لك في هذه الحياة موعدا ليس اليوم إن هذا الموعد لن تخلفه ولك أن تقول لا مساس أما عن إلهك الذي دللت به القوم فستراه ونحن نحرقه وننث الرماده في البحر بهدوء شديد أمام بني إسرائيل جمع السامري حاجياته وخرج من معسكر بني إسرائيل دون حتى أن يلقي كلمة الوداع إنما خرج دون عودة حتى في كتب التراث بس الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إنه ينزل العقاب على بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فأمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أنهم يفتدوا بعضهم وفعلا فضل بني إسرائيل في المكان ده لحد ما نزل أمر الله سبحانه وتعالى عليهم بدخول كنعان بس كان فيه مشكلة كان عند الوقت يسكنها العماليق والعماليق دول قوم جبارين وما فيش حد يقدر عليهم بس واضح أن بني إسرائيل رغما عن كل المعجزات اللي شفوها على يد سيدنا موسى عليه السلام لسه جواهم جزء من عدم اليقين بمدى قدرة منشقة لهم البحر وأزال عنهم الغم وخلصهم من ظلم فرعون وبطشو لسه فيه حتة خوف وكبر في نفس الوقت سيدنا موسى راح لهم وقال لهم إن أمر الله سبحانه وتعالى نزل عليهم بقتل العماليق وغزو كنعان يرد كل سخرية يقولوله اذهب أنت وربك فقاتله إما نحن فها هنا قاعدون يعني إحنا قاعدين مش هنهاجم على العماليق دول دخام الحجم وأقوياء جدا وكثيرون العدد وقوة عظيمة عشان يكتب عليهم الله سبحانه وتعالى اتيه أربعين سنة أربعين سنة وكأنهم في دوامة مش بتنتهي دوامة قوامها الهواء والماء الواقع بتاعهم بأعبارة عن متاهة تايهين في الأرض مهما يسفروا ويلاءوا نفسهم في نفس المكان مش بيعدوا كناية عن قولهم إنها هنا قاعدون ففضلوا فعلا قاعدون في نفس المكان لمدة أربعين سنة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وسيدنا موسى كان معاهم في التيه يخدهم ويأم بيهم إماما في صلواتهم ويعلمهم من التوراة ويرسخ فيهم الوصايا العشر لحد ما في يوم سألوا واحد من بني إسرائيل في خطبة من خطاباته يا موسى أي الرجال أعلم بالأرض؟ قال أنا أعلم أهل الأرض فأنا كليم الله أوحى الله للنبي موسى أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب وكيف لي به؟ فقال له رب العالمين خد معاك حوت وحطه في مكتل اللي هو زي ثبت يعني وروح عند مجمع البحرين ومنين ما تفقد الحوت هيكون هو ده مكان اللقاء فاستحب معه النبي حوتا وفتاه واللي هو هنا يبقى يوشع بن نون بن لاوي مش في صحاري سينة لحد ما وصلوا عند مجمع البحرين إيه بقى مجمع البحرين ده؟ بص لفظة مجمع البحرين لغويا لا تنطبق إلا على مكان واحد في العالم وهو رأس محمد وهي مجمع خليجي العقبة والسويس في بحر واحد هو البحر الأحمر وأول ما وصل النبي موسى بدأ يقترب بهدوء من الرجل ده وجسمه يمتلئ بالقشعريرة فسمع صوت أنت موسى بن عمران؟ فقال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت الرشدة فقال إنك لن تستطيع معي صبرا إني على علم لا تعلمه علمني إياه ربي وأنت على علم لم أعلمه علمه إياك ربك يعني أنا عليم بنوع من العلوم أنت لا تعلمه بينما أنت عليما بنوع آخر لا أعلمه أي في تضاد معرفي فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا لا أعصي لك أمره فقال إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره واستحبوا وطفقايا سيران على الشاطئ حتى ظهرت سفينة من بعيد فأشار لها الخضر فتوقفوا لهما وفور مرأوا الخضر عرفوه فقدموا إليه أن يحملوهم مجانا دون مقابل المهم سعدوا على السفينة وأعدوا شوية فقام الخضر فاقتلع من السفينة لوحا من الخشب فأصابها فتفاجئ النبي موسى من ما فعل الخضر وعاتبه قائلا قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها فتغرق أهلها لقد أوتيت شيئا إمرى يعني شيء بعيد عن المرؤة فقال له الخضر ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا فقال موسى لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا المهم نزله من على السفينة وراحوا مكان تاني فشافوا أطفال بيلعابه فترصد الخضر لغلام من الغلمان وأول من فرض به مد يدي حول عنقه فدقها فقتله هنا انفعل سيدنا موسى وقال له قتلت نفسا بغير نفس فقد جئت شيئا نكرة يعني منكر مرفوض فكر الخضر قوله ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا فقال موسى لو سألتك عن حاجة بعدها فلا تصاحبني فقد بلغت من لدني عذرا يعني دي آخر مرة أسألك عن حاجة تاني فمشوا شوية تاني وينزلوا على قرية أهلها يرفضوا يستضيفوهم أو يقدموا ليهم الشراب فيشوفوا زي سور كده خلاص تقريبا منهار فيقوم الخضر لي فيقيموا مرة تانية ويعيد بناءه تقريبا الموقف ده يثير استغراب سيدنا موسى إزاي يعني موسى نبي الله مخلص بني إسرائيل من بطش فرعون ومعاه الخضر اللي واضح إنه معروف إنه شديد العلم والمعرفة ورفيع المكانة أهل القرية دي يرفضوا يضيفوهم وفي نفس الوقت نقوم بانين ليهم سور كمان فعاتب الخضر فقال لو شئت لاتخذت عنه أجر يعني الناس دي لا ضيفتنا ولا شيء والمفروض ناخد أجر مقابل بناء السور فقال الخضر الجملة الشهيرة هذا فراق بيني وبينك وقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع معي صبرا وبدأ يتكلم يقول له أما السفينة فكانت لناس غلابة يعني وفي وراهم ملك أو قرصان بيستولي على السفينة لأصحابها ما يقدروش يدفع عنها فكان لازم يتم خرقها عشان الملك دا ما يبصش لها وأما الغلام فكان لأبوين مؤمنين وكان هيرهق أهله ظلما وتغيانا وربك أراد إنه يبدله بخيرا منه وأما السور فكان لغلامين يتيمين أبوهم ساب لهم كنز تحت السور دا وكان أبوهم صالحا فأراد الله إن الكنز دا يتم صيانته ليهم لحد أما يكبره ويتحفظ ليهم فأقام السور بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا بعد اللقاء دا رجع سيدنا موسى لقامه في المكان اللي هم فيه وأقام وسطهم مرة تانية بس كان عارف المرة دي إن فوق كل ذي علم عليم رجع وعاش وسطهم تاني وكان حكى من وسطهم وقاضيا عادلا ومن أقصى مكان في المجرة كان ممكن يكون فتى اليم فيه لأنه يكون فعلا المخلص المنتظر لبني إسرائيل اللي قدر يحقق النبوة ويهجر ببني إسرائيل من مصر لاتجاه كان عان ولول عصيان بني إسرائيل لكان الوضع غير وعلى أي حال سنوات التيه كانت مليئة بالأحداث العجيبة زي إنهم كانوا دايما متغطين بغمامة تحميهم من حرارة الشمس ولم يشتد عليهم الغذاء ويقل عنهم كان ربنا يلهمهم فينزل عليهم من الجنة المن والسلوى يأكلوه ويشربوا من الماء وكانوا عاشين تحت رعاية الله عز وجل وكان بيرفقوا المرة دي اتنين هارون أخيه ويوشع بنون فتاة أو تلميذه اللي كان مرافقه حتى وفاته في آخر سنوات التيه والحقيقة لو سألتني فقصة سيدنا موسى على الرغم من التساع مدتها والتساع وقتها ومساحة الحكي فيها والتفاصيل إلا إنها حملت معها حكاية صعود عجيبة من أدنى درجة لأعلاها شأنا ومن أقل المشاعر النفسية تعقيدا لأكثرها سعادة وإعجازا الحقيقة نقصة سيدنا موسى من أطول قصص الأنبياء اللي مليانة أحداث من أول يوم يتولد فيه سيدنا موسى لحد آخر يوم قصة مليانة تشابكات وأبعاد كتير سياسية واجتماعية ودينية وكمان تاريخية ولكن إحنا حاولنا نسردها بشكل مبسط وبذكر الأحداث المهمة كلها كان في دخول بني إسرائيل مصر حكمة من ربنا وفي خروجهم حكمة وفي عسيانهم حكمة يمكن لو دخلوا كانعان زي ما ربنا أمرهم في الأول كان يكون الوضع غير ولكن له في ذلك كله حكم فاستنى موضوع حلقة بكرة عن نبي الله يوشع بن نون وما تنساش تتابع مسلسل كل يوم نبي كل يوم عندنا في القناة قصص الأنبياء وسرد مفصل وبسيط وكأنك بتسمعها الأول مرة اشتركوا في القناة